في معتمدية جرجيس في مختلف شوارعها الرئيسية والفرعية وفي أحيائها ذات الكثافة السكنية العالية والبعيدة عن مركز المدينة تسربات مائية لشبكة الماء الصالح للشرب بهذه المعتمدية لتتواصل لفترات متعددة وطويلة بحسب متساكني المدينة ما ساهمت أيضا في انقطاعات الماء الصالح للشرب وضعف التزود بهذه المادة الحيوية لدى متساكني المدينة عند أقصر مشهر وكل يوم يتعدهم من الناس الصنات تتعدى، الستيك تتعدى، الحاكم البلدية تتعدى والسبترات تتعدى، وتعدى لهم برونس تعدى كل شيء فويتات والله المي توديمه مقصوص علينا معاتها في أغلبية الأوقات والمي مسيح في الكياسات يجري معاتها كاكة ومبعد في الأخر يجيوا الصنات شو يقول المواطن؟ يقول اللي رامي قصو فيه معاتها الميكي هذا كل يمشى الحسابه يحسبوه في الفاتورة يقول أنت على المواطن؟ كياسات ترى يمهد مخلاص ومهناش شكون ليه يتكلم وين تمشي تلقى تلقى مين ندير؟ عندك الخريبة، عندك في شماخ، عندك في حسي الجربي عندك في التريق السويحة هذا كل سنغو كياسات بالله العظيم فويتات شيء 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 دير العب حتى يطلع عنده الزيام الفوق مين ما يطلع عشر فوق يقول ياسر ياسر فويتات شيء شيء ما يصفش الصلة المحلية تؤكد من جهته هذا الإشكال المستمر منذ فترة وتؤكد أيضا عملها مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه على القيام بعمليات مراقبة دورية ودائمة لهذه التسربات معلنة عن دخال مجموعة مناء الإصلاحات في أقرب الأجال لحظنا هذا الإشكال في جرجيس تم عقد جلسات في الغرض بحضور جمع الأطراف الشركة الوطنية للستاذ وزيع المياه فرع إقليم مدنين بلدية المكان التجهيز بهدف أن نتغلب على هذه الظاهرة صناد دخلت في عديد المناطق بهدف إصلاح هذه التسربات وإن شاء الله المواطن يلاحظ عمل كبير بداية من شهر مارس عند إتمام إجراءات طلب العروض وكي تدخل شركة مقاولات في إصلاح هذه التسربات ما تعيشه معتمدية جرجيس من تسربات مائية للماء الصالح للشربة في مختلف المناطق والفصولة عينة ما تعيشه بقية مناطق ولاية مدنين التي تشهد أيضا تسربات مائية ما يجعل أكثر من مطلوب تعزيز فرق المراقبة والتقصية لأعوان شركة الاستغلال وتوزيع المياه بولاية مدنين ترجمة نانسي قنقر